بسم الله الرحمن الرحيم أصدق التعازي أبعثها إلى أسرة الزواوي في الكويت وعمان والخليج والعالم العربي لوفاة رجل السياسة والمال والأعمال سيد عمر بن سيد عبد المنعم بن سيد يوسف بن سيد أحمد الزواوي رحمه الله والذي توفي قبل يومين بعد صراع مع المرض في 11 من إبريل في سنة 2020 من الميلاد والسيد عمر الزواوي كان مستشارا خاصا لجلالة السلطان قابوس رحمه الله وقد ولد في كراتشي في سنة 1930 حيث كان والده يعمل مسؤولا عن مشتريات السلطان سيد ابن تيمور رحمه الله انطلقت شركة عمر الزواوي في حدود سنة 1973 والتي تطورت بعد ذلك لتضم أكثر من 73 شركة تحت هذه المجموعة وعقدت العديد من الصفقات التجارية والشراكات المالية الضخمة مع العديد من الشركات العالمية في قطاع السيارات والسياحة والفنادق والمنزليات والأمور الغذائية وغير ذلك وصار لها دور بارز في خدمة الأمور المجتمعية في عمان وساهمت مساهمة كبيرة في دفع عجلة التنمية العمانية وأسرة الزواوي في الكويت ومنهم سعادة السفير غسان يوسف الزواوي سفير الكويت الحالي في تركيا ترجع في نسبها إلى أسرة الزواوي في عمان فكل الأسرتين من أبناء السيد يوسف بن أحمد الزواوي السياسي الشهير وأسرة الزواوي أسرة شريفة النسب كريمة الحسب فهي أسرة علوية النسب من ولد السيد إدريس بن سيد إدريس الحسني العلوي رحمه الله تعالى ولها وجود في المغرب الأوسط ما يسمى بالجزائر اليوم وهاجروا إلى الحجاز ومن الحجاز هاجروا إلى الأحساء ومن الأحساء هاجروا إلى عمان ومن عمان هاجر جزء منهم إلى الكويت وصار لهم ذكر في التاريخ السياسي والاقتصادي في الكويت أيضا وهذه الأسرة أسرة الزواوي مختلف في سبب التسمية قيل من الزاوية وقيل نسبة إلى جبل زواوى في الجزائر وكلا الأمرين محتمل في بداية القرن الثامن عشر وفي عهد السلطان سعيد بالسلطان رحمه الله والذي تولى الحكم في حدود سنة 1804 قدم إلى مسقط من الأحساء السيد محمد الزواوي الأحساء الشافعي رحمه الله تعالى بعد خلافات فكرية وعقدية وبعد التضييق عليه في الأحساء هاجر إلى مسقط فلما رأاه أهل عمان رحبوا به وأكرموه وصار له صيت وذكر هناك وفي نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كان الصيت والذكر للسيد يوسف بن أحمد الزواوي رحمه الله تعالى والذي كان مقربا من السلطان فيصل بن تركي ثم ابنه السلطان تيمور رحمه الله تعالى وقد كان السيد يوسف بن أحمد الزواوي رحمه الله رجلا سياسيا كبيرا تكلمت عنه الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية ونوهت بذكره وخبره وكان ذا صيت كبير في عمان يقدم في المحافل ويرسل مع أبناء سلاطين عمان لحضور المحافل الدولية لثقتهم به فكان مستشارا خاصا وأهلا لهذه الاستشارة ومع الاشتغال بالسياسة فإن السيد يوسف بن أحمد الزواوي الجد الجامع لأسرتين الزواوي في عمان والكويت كانت من كبار رجال الأعمال في ذلك الوقت على ما حكته الوثائق والمصادر والرحالة العرب والأجانب فقد كان من كبار رجال الأعمال ومن من اشتغل بالقطاع التجاري في المواد الغذائية والجمركية أيضا فأخذ مع بعض العمانيين امتياز الجمرك في مسقط كما أنه كان من كبار تجاري السلاح في ذلك الوقت وقد كانت تربطه مع حاكم الكويت آنذاك شيخ مبارك الصباح رحمه الله علاقة وثيقة فكان يمد الكويت وشيخ مبارك الصباح بما يحتاجه من سلاح وفق ما تملي عليه الأنظمة والقوانين وفي عمان آنذاك في حدود سنة 1913 زار مسقط قادما من القاهرة العلامة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب مجلة المنار والتقى هناك بالسيد يوسف الزواوي وابنه عبدالقادر رحمه الله وأثنى على كرمهما ونبرهما وعنايتهما بالعلم وبذلهما للمشاريع الخيرية في ذلك الوقت وفي سنة 1921 زار مسقط التاجر لكويتي سالم بن عبدالله بن أحمد العتيجي رحمه الله وأرسل رسالة ما زالت موجودة إلى يومنا هذا إلى والده في الكويت التاجر عبدالله بن أحمد العتيجي وأخبره بأنه في ضيافة السيد يوسف بن أحمد الزواوي رحمه الله وذكر له شيء من حاله وأنه يمر بحالة صحية متعبة فهو يعاني من العمة وذكر شيء من أخبار يوسف الزواوي رحمه الله وكان للسيد يوسف بن أحمد الزواوي العديد من المشاريع الخيرية داخل عمان ومنها مسجده الشهير والذي رمم أخيرا وقد بناه في سنة 1906 كما أنه قد بنى مدرسة صار لها صيت في عمان في ذلك الوقت وكان له عناية بالفكر والأدب والثقافة ويجتمع في مجلسه أرباب الفكر من الأدباء والشعراء والعلماء وفي سنة 1927 توفي السيد يوسف بن أحمد الزواوي رحمه الله تعالى وترك من الأبناء من سار على منهجه في السياسة والتجارة وبذل الخير ومنهم سيد عبد القادر وسيد أحمد وسيد عبد المنعم والد رجل الأعمال العماني الشهير عمر بن عبد المنعم الزواوي رحمه الله تعالى هذه نبذة يسيرة من تاريخ أسرة الزواوي في عمان ولا شك أن هناك جوانب كثيرة تتعلق بالسيد يوسف بن أحمد الزواوي لم تسعف المصادر ولا الوثائق وينبغي حقيقة في مثل هذا الرجل الشهير صاحب المكانة السياسية والخيرية والاجتماعية والمالية أن توثق سيرته وسيرة أبنائه الذين ساروا على منهجه ونراكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر